اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا بحلقة جديدة من كافي بريك على مريم تيفي معكم سالينا بريدي وانا اليوم راحكون عمري فقكن بحلقتنا لليوم حلقة مثل العادة متميزة بالمعلومات معلومات حلوة بتهمنا واكيد اسئلة كتير بتدور براسنا بحياتنا اليومية حلقتنا لليوم بيحكي عن موضوع بذات الوقت كتير بيهمنا كلبنانية وكمان كتير بيزعلنا وبيفقصنا خصوصا بيها هيدا المرحلة حلقتنا لليوم راح تكون عن البضع الاقتصادي بالبلد والازمة المالية يلي لسوق الحاز وللأسف عم نمر فيها كلبنانية على امل اننا نتخطيها بعد مرور وقت واكيد الايام تكون احلى واحلى واحلى اسئلة كتير بتدور براسنا كلنا مشاهدينا حول الاجراءات يلي بعض البنوكة عم تاخدها حول بعض القرارات يلي عم تطلع عن الدولة وعن المعنيين فيما خاص كيف مندير اموالنا وكيف فينا نكون عم نسحب اموالنا من البانك وخصوصي هلأ بهذه المرحلة شوي دقيقة بارتفاع سعر الدولار وكل المشاكل يعني المالية يلي عم نعاني منا حتى يعني لدرجة انه وصلت تمس بالمواد الغذائية يلي كلنا بحاجة لقلا كل يوم ان شاء الله حلقتنا لليوم عن جد توضيح للكل لكل المشاهدين عن جد شو اللي عم بيسير وشو هنه بعد يمكن التعبير يلي عن جد بنسمعه كل يوم ان كان بالاخبار او بالتعاميم يلي عم تطلع عن المعنيين بعد التعبير شوية اقتصادية والمالية اللي ما بنفهمها كمان رح نكون اكتر واكتر عم نوضيح عنا بحلقتنا لليوم خليكم معنا من الاول الاخر لانه عن جد الحلقة اقتصادية ومالية بامتياز حلقة كتير حلوة متنوعة ما بتحكي بس عن الاشياء هيك شوية بتذكرنا باشياء بتزعلنا وبشعة كمان فيها معلومات كتير كتير حلوة وكمان فقرة جديدة بالاخر بتشوفوها معنا بداية حلقتنا رح تكون مع ضيف حلقتنا لليوم ضيفنا يلي رح وضح لنا كتير من الاسئلة اللي بتدور براسنا ونحنكون اكتر اكتر عم نفهم معه شو الاجراءات يلي اللي بنوكة هلأ عم تخدها كلمان الدارة الوضع المالي والاقتصادي اللي عم يمرقفين لبنانيين ضيفنا لليوم الخبير المالي والمستشار في مكافحة الجريمة المالية بشركة فالوريس بيزنس سوليوشنز ساركيس مزرعاني استاذ مزرعاني أهلا وسهلا فيك معنا بحلقتنا لليوم من كوفي بريك أول سؤال بدأترحه على حضرتك شو هو الكابيتل كونترول بالتحديد تصير عم نسمع عنه آخر فترة بالأخبار فإذا فيك توضح لنا أكتر شو هو هذا الاجراء بحييكي سيلينا بحيي ماريام تيفي بشكرك لعنك طلبت مني يكون معك بهالبرنامج وبهنيكي على برنامجك لأنه عم يطرح مواضيع كل اليوم حيبة بيحكي عنا أكتر ويستوضحها أكتر بما يتعلق بالكابيتل كونترول فينا نقول كل حدا عنده أموال بالمصارف أو أي شركة عنده أموال بالمصارف هذه فينا نسميها كابيتل ونحنا في لبنان الدستور والأوانين اللي بتمبسق عنه معروف أنه تعطي النظام الحر يعني أكان على صعيد الاقتصاد التجارة الأموال أي حدا عنده أموال فينا نسميها كابيتل بيقدر يتصرف فيها كما يشاء هلأ يمكن واحد من هالأمور هاي دينه بده هالأموال هاي دهارة برات لبنان وبالتالي ما حدا بيقدر يمنعه لأنه الأنون سامح له إذا عنده أموال داخل لبناني دهارة برات لبنان ولكن هلأ عمين طرح أنه يكون فيه مشروع أنون أكيد لمدة زمنية محددة يبدو أنه راح تكون ثلاث سنين لأنه ما فيكون دائم لأنه بتصير عمد خالف الدستور اللي بيضي للحرية حرية أكيد طبعا بالمجال كل الحريات نحن هم هم محكي بالمجال الاقتصادي والمالي هلأ أنون هيدا لفترة ثلاث سنين أو فترة محددة معينة بيسمح أنه يمنعوا صاحب هالأموال بالمصرف اللبنانية أكين أفراد أو شركات يظهروا مصرياتهم خارج لبنان لأنه هلأ اليوم بالهالأزم الاقتصادية الكتير صعبة الكل اللي عنده يظهر مصرياته باللبناني حتهم بغير بلد حتى يشيل عنهم المخاطر يشيل عنهم الريسك فبدن يمنعوا هالشي هيدا من خلال هالأنون حتى يساعدوا الاقتصاد أنه يتعافى لأنه إذا كل الأموال ظهرت من المصارف اللبنانية ما باعنا أموال بالتالي الاقتصاد رح يكمل رايح بأزمه من سيء لأسوأ فعم نعمل عمين عمل هال مشروع قانون حتى يدل الأموال باللبنان وما تظهر لبرة لمنفعة الاقتصاد ومنفعة تعافي الاقتصاد هون كمان بهالأنون هيدا رح يستسنوا بعض الأمور يعني إذا حدا بده يدفع قصد جامعات خارج لبنان رح ينسمح إذا حدا بده يدفع مستحقات صحية حدا عم يتعلج خارج لبنان كمان يستسنى وكمان إذا حدا عنده ديون خارج لبنان بده يدفع ديونه كمان يستسنى كمان يقال أنه رح ينسمح لأي حدا بده يظهر منها الأموال خارج لبنان يقدر ولكن ما يتخطى الخمسين ألف دولار بالسل استيسا كيس أنا بدي أسألك كمان إلى جانب الكابتال كونترول يلي عم نسمع عنه كتير هيدا الفترة في كمان تعبير تاني كتير عم نسمعه مصطلح مالي لهو الهيركوت فمنحب أكتر وأكتر كمان توضح لنا عن هيدا التعبير هي الهيركوت في لها عدة طرق عدة وسائل يعني ما في التقنية وحدي طريقة وحدي وسيلة وحدي وهي دي هي الهيركوت ولكن كل الوسائل أو التقنيات اللي ممكن تتسمى هيركوت بتودي لها نتيجة وحدي هي أنه ودايع الناس الأموال اللي حطينهم الناس بالمصارف في جزء منها بينشطة يعني بدي بطل صاحب هالمصاري عنده جزء معين من مصريات وبيكون خسره هيدا هي الهيركوت هلا بوضح تحديدا بلبنين كيف عم ينطرح الهيركوت بالشكل المباشر يعني كيف عم ينطرح برجع بالك في عدة أمور بتودي لها الهيركوت ولكن بلبنين في شغلي مباشرة راح تودي لها الهيركوت إذا صارت هلا بوضحها الدولة عندها دين بتبيع الدين من خلال شي من سميه بونز وبتيجي المصارف بتشتري هالدين يعني بتعطي مصاري للدولة تتوفي بديونه بتشتري البونز بس المصارف إنو هن جيبت المصاري تعديتهم للدولة تدينتهم للدولة جيبتهم من المودعين المودعين بيجيبوا مصاري بحطوهم بالمصارف المصارف تاخد المصارف تعطيهم للدولة بتشتري الدين بتشتري البونز وصلت لها محل الدولة بطل فيها عم تدفع دينه فبتروح بتطلع المجلس النيبي بيطلع قانون بيقول بحق للدولة ما ترد الدين للمصارف بها الإيميل معينة هذي تترجع الاقتصاد والدولة تسترد عافيتها وكمان بنفس القانون بتقو بيقول إنو المصاري اللي حطينهم المودعين بها المصارف هولي هولي المصاري كمان في جزء منهم بدوين شطب يعني كل حدا حاطت مصاري بالمصارف في جزء من مصاريته بيبقى لقلو الجزء التاني خلاص بدنا نشطبه علشان الدولة تتخلص من الدين اللي عنده وترجع يرجع اقتصاد البلد يسترد عافيته فهيدي هي الهيركات يعني قصة الشعر يعني الاختطاع هلأ ليش سموها هيركات عبر الممارسات وعبر الوقت هالتقنية سموها هيركات كان ممكن أن تتسمى شي تاني يعني الاقتطاع ولكن بعبد الممارسات تم تسميتها الهيركات فهيدي هي الهيركات من بعد توضيح مصطلحات هيركات وكافيتل كنترول يعني نحن للأسف وباخر فترة وصل الدولار للسبع تلاف ليرا لبنانية وحبين كتير نعرف انه كيف بكرة مع الوقت رح يرجع شوية شوية ينزل سعر الدولار ويستقر فكتير عم نسمع اكدنا كمان عن تحرير سعر صرف الدولار بالسوق اللبناني واكيد اكترياتنا مش فهمانين هيدا الوضع فكيف بتوضح لنا اياه جوابا على سؤالك سلينا عن تحرير سعر الصرف لا جواب على هالسؤال خليني اعطيكي بالاول اكزامل بمجال السفر نفس التذكرة اذا بدنا نسافر خلينا نقول من لبنان على الولايات المتحدة الامريكية هي نفس التذكرة او الرحلة نفسها وكمان نفسها للتذكرة اذا بدنا نشتريها خلال البيك تايم عادة بيكون تموز ارب بيكون سعره اعلى بكتير مما لتساي بدنا نشتريها بفترة ما بيكون مطلوب في السفر هو بجانيوري عادة او بالاحرى اواخر الجانيوري اواء الفيبروري بها الفترة هايدي بيخف الطلب على السفر نفس الرحلة نفس التذكرة بينزل كتير سعره ليه لانه صار في طلب عليها اقل دايما لما في طلب اكتر بيصير فيه سعر اغلى لما في طلب اقل بيصير فيه سعر اقل نفس الشي هو تحرير سعر الصرف تحرير سعر الصرف يعني عم نحكي السعر الرسمي اللي بتحدده الدولي مش سعر السوق السوداء بيصير الدولار سعره على قد ما هو الطلب على قد ما بيصير فيه يتقدم السعر يصير اعلى على قد ما بيكون اقل الطلب بيصير السعر اقل فبيصير هو خاضع لعملية العرض والطلب بالسوق على عكس ما هو الحال بلبنين بيعتمدوا تثبيت سعر الصرف يعني بالعشرين سنة الاخيرة اعتمدوا تثبيت سعر الصرف قالوا واحد دولار بيساوي الف وخمسمية وسبعة الف وخمسمية سبعة ليرة فلوين بتودي هايدي؟ بتودي انه لما وهي كانت البوليسي السياسي النقدية المعتمدة مصرف لبنين شو لون بتودي هايدي؟ بتودي لخسائر اوقات على الدولة لما بيصير فيه طلب كتير على الدولار وبيعلى سعر الدولار اذا بدنا نصبت سعره واحد دولار بيساوي الف وخمسمية وسبعة بيضطر مصرف لبنين يشيل من السيولي عنده ويدخب السوق عشان لانه فيه طلب كتير على الدولار عشان يسبت سعر الدولار وما يطلع عن الالف وخمسة فهاي بتودي انه موجودات مصرف لبنين والسيولي بمصرف لبنين تصير تنخفض لانه عم يضطر هو يدفع من عنده عشان لما بيصير فيه طلب اكتر على الدولار ما يرتفع سعر الدولار متل ما اعطيتك اكزامبل وقلتلك لما بيكون فيه طلب اكتر على تذاكر السفر بيصير يغلق اكتر فلما انت بتحريري سعر الدولار انت عم بتخففي من خسائر الدولي عم بتخففي من خسائر مصرف لبنين لانه بطل مضطر يشيل من السيولي عنده من امواله لما بلك سيولي يعني هي اموال مصرف لبنين عشان يضخب السوق ويحافظ على ثبات السعر وهيك بيصير حر بيتحرر وهي من الا تحرير سعر الصرف طيب استاذ مزرعاني انا بدي اسألك او اطلب منك طلب شو بتنصح المشاهدين هلا كيف يكونوا عم بيتصرفوا بحياتهم اليومية بيزول هيدا الازمة الاقتصادية والمانية اللي عبي مور فيها لبنان سلينا بشكرك على سؤالك اللي اللي انتطلبي فيه برأيي انا اليوم اللبناني كيف بده يتعامل مع هالازمة هيدا الازمة الاقتصادية اللي مرة واحدة بس مرأة بتاريخ لبنان من بعد الحرب العالمية الاولى صار فيه صار فيه يعني الطاريخ بقول انه صار فيه مجاعة بهيديك الفترة مرحلة صعبة كتير انا برأيي كيف الطريقة الاصح للتعامل مع هالمرحلة هايدي لما نصرف مصاري اللي معنا نصرفهم على شغلتين شغلتين ما في غيرهم نصرفهم على الحاجات والرغبات هون بنصرف نحن اموالا على الحاجات والرغبات لما بيكون فيه ازمة اقتصادية وخصوص في السئزة ازمة اقتصادية هالقد صعبية لازم نوقف نصرف على الرغبات ونصرف بس على الحاجات او اذا بدنا نصرف على الرغبات يكون شي جدا 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 ضئيل وبوتيرة جدا متباعدة يعني مش كل ايامنا نكون عن نصرف على الرغبات ولا نصرف كميات هائلة فبهالمرحلة هايدي واحد مفترض يوقف يصرف على الرغبات يصرف بس على الحاجات وبالحاجات بيكون فيه سلم اولويات يعني كمان فيه شي لازم ينصرف عليه قبل شي بس الاهم انه لما هالطريقة هايدي بدنا نعتمدها بطريقة مصروفنا نكون متفقين عليها قبل ما نعتمدها او لما بنحدد عشو بطريقة مصروف نكون متفقين عليها مع يلي هني ديباندنت علينا يعني هني مصروفهم بياخدوه منا او مرتبط فينا ومع يلي نحنا ديباندنت عليهم يعني كمان ممكن نكون نحنا في مين مصروفنا منرجع فيه لحدا كمانا يعني اذا بنا نحكي على صعيد الاهم بالمجتمع هو العائلة مفترض الوالد والوالدي اذا حتى يحكوا مع بعضهم يتفقوا شو هني السلم الاولويات بالحاجات ويتفقوا انه هلأ كل شي فينا ما نصرفوا ما نصرفوا من حيث انه قلنا الرغبات ما نصرف عليها وحتى بقلك اكتر من هيك مش غلط انه حتى الولاد يعني ما لازم نقول انه هلأ الولاد الصغار ما لازم نخليهم يحسوا بالازمة او يخافوا او شي لأ حلو انه كمانا نحكي معهم انه هلأ في ظرف دقيق المدخول اقل من المصروف بدنا ننتبه بدنا نكون منتبهين على مصروفنا كل هالامور نقعد نحنا والديباندنت اللي هي مصروف الديباندنت على بعضهم وخصوصي على صعيد العائلة ومع بعضهم يتفقوا شو الامور اللي بدنا هلأ نصرف فيها شو الامور ما نصرف فيها باختصار بدنا نخفف مصروف او نوقف مصروف على الرغبة نصرف بس على الحاجات تباعا لسلم اولويه نتفق عليه نحنا والديباندنت ستبعين له الخبير المصرفي والمستشار في مكافحة الجريمة المالية بشركة فالوريس بزنس سوليوشنز ساركيس مزرعاني انا بتشكلك لحضورك بحلقتنا معنا لليوم واكيد كتير استفدنا مع حضرتك اليوم وتوضحيت كتير من التعابير والمستلحات والاجراءات اللي كانت بعدها شوي مش كتير واضحة بذهوننا وهلأ مشاهدينا بعيدا شوي عن هيك الجو شوي بزعيل بلبنان خلنا نحكي سريعا عن شي كتير حلو كلبنانية صار معنا مجلة فوربز اللي هي مجلة عالمية مالية صنفيت 8 نساء لبنانيات من بين اغنى 100 شخص بالعالم اكيد عم بحكي هون انا بزنس من و بزنس وومن ادري جامعة مصرية ورح يكون هلأ سوا سريعا عم متعرف على التماني النساء اللبنانيات اول شي اللي صار فرح انتونيوز حتلت المرتبة 26 من بين المئة شخص عم شوفها بالصورة هلأ هي تشيف اكزيكوتف اوفيسر اد سيتي بانك وهي يعني ثار له بالبانك بهيدا الدومان لأكتر من 25 سنة كارورين فتال خوري احتلت المرتبة 39 وهي سينير فيس بريزيدنط طبع فتال جروب كريستال صغبيني احتلت المرتبة 45 دايركتور اوف فارماستيك كومباني بالسودان وبمصر عنا كامانا ليلة احتلت المرتبة 52 وهي سينير بورتنر اد بوستن كونسولتين جروب يعني عم شوف مجاهدينا انه عن جد كل هالنساء اللي عم بيعطعهم معنا يلي حطتهم مجازين فوربت عن جد قدروا يتقدموا كتير بشغلهم ويكونوا عم بحققوا مناصب كتير عالية بعرق جبينهم عنا كمانا انجي شالهوب احتلت المرتبة 71 وهي سي او طبع الاتوال جروب رندل اسعد احتل المرتبة 76 وهي سي او طبع عارف ان بنتوك كونسولتين ارشيتيكس ان انجينيرز يعني بدمان كل شيء هندسة وانجينيرينج فرح فستو احتلت المرتبة 79 وهي سي او طبع لازرد جولف لامتد واخيرا عنا موناء برواج احتلت المرتبة 100 وهي سي او طبع جزاريس الترانسبورت يعني عم نشوف عن جد كل النساء اللبنانيات اللي هلا قطعوا معنا بالصورة قدروا عن جد يوصلوا لمراتب كتير عالية ان كان بلبنان او برات لبنان وهذا اكيد من بعد تعب واجهت حطوهم تقدروا يوصلوا فانا بدواجه هون ريسالي لكل النساء اللي عن جد بحبوا يكونوا عم يتقدموا كل شيء دائم دمان مالي واقتصادي انا بشجعكم ما تخافوا فيكن تكونوا ادى وعدود وتوصلوا لأعلى المراتب اللي بتتمنوا ومتل ما وعدكم مشاهدينا ببداية حلقتنا رأينا فقرة جديدة لليوم وهي فقرة مريمية وبسياء موضوع حلقتنا حبتكن عم بحكي اليوم عن العدرة سيدة الفقراء بمدينة منطقة بانو ببلجيكا سيدة الفقراء اللي هنشوفها هون بالصورة المزار طبعا قصتها هي انو مريم العدرة اختارت عام 1933 بنت صغيرة عمرها 11 سنة اسمها مريات وظهرت لها بيوم من الايام مريات كانت بعيلة فقرة وكانوا كتير 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 هي واخواتها واهلا اكيد كانوا من الطبقة الفقيرة ما كانوا كتير يعني قدريني امنولون لقمية عايشون فالعدرة سيدة الفقراء اللي هلأ منسميها اختارت مريات حتى تكون عم تظهر لها وبعد تسائلت مريات مين انت قالت لها انا سيدة الفقراء ومن هون اجا الاسم اكيد ظهرت لها العدرة لمريات كرميل تكون عم توجه لها كتير رسائل وكمان تكون عم بتقيلها انه انا حد كون انا حد الفقرة انا ما بترك حدا فمشاهدين انا بدي اقلكون عن جد ما تفقدوا الامر خليكم متكلين على الله وبالاخص بهيدي الله والعدرة اكيد وبالاخص بهيدي الظروف صعبة شوية عم يقطع فيها البلد ما تيقسوا ايام حلوة جاية خلينا دايما نكون عم نتحدى الصعوبات بضحكة كتير كبيرة على وجهنا واكيد ايمان بقربنا وهيك مشاهدينا ما يكونوا صرنا لنهاية حلقتنا المالية والاقتصادية شاية تكونوا حبيتوها واهم شي تكونوا استفدتوا وصدتوا تفهموا اكتر واكتر شو هن التعبير والمصطلحات يعني كل يوم عم نسمعه صرنا بنشرات الاخبار او عم نقريه وينما كان على مواقع التواصل الاجتماعي انا بتمنى لكم انهار كتير حلو خليكم متفقلين وعن جد ايام احلى واحلى جاية انا بلاقيكم بحلقات جديدة من كافي بريك على مريم تيفي ما تنسوا تعملوا اللايك وفولووا على مريم تيفي لابانون على انستغرام وفيسبوك وسبسكرايب على يوتيوب اشتركوا في القناة